يا سادة مفيش انتخابات رئاسية مبكرة نعمل انتخابات رئاسية مبكرة ليه؟ في انتخابات رئاسية طبعا احنا عندنا ساعة 24 ما في انتخابات زي ما قال استاذ يا جماعة مفيش اي فتح باب للترشح قبل يوم 3 ديسمبر ليه قبل يوم 3 ديسمبر ماينفعش؟ علشان الدستور بيقول كده دي بلد فيها دستور فيها قانون كلنا بنلتزم بالدستور كلنا نلتزم بمواد القانون المعمول بيه في البلاد طيب اللي بيطلع اشاعة زي دي خد بالك لما قال كلمة مبكرة وعاوز يوطرك يحسسك انه هناك امر ما امر قد يبيت امر يتم التخطيط ليه اصلي يمكن يكون فيه فانت تعد رايح وجاي في التفكير المشكلة الرئيسية يا جماعة ان حضراتكم بتاخدوا معلومة من على فيسبوك يعني لما اجا اتكلم عن الدستور اخد المعلومة من الفيسبوك ولا افتح الدستور المصري اتكلم على مادة ما فيه اي قانون اي قانون احوال شخصية او مرور ايا كان زي ما يطلع اخدوا من على فيسبوك ولا من القانون بالمناسبة اي مادة قانونية هتلاقيها موجودة يعني مفيش حاجة مستخبية اي مادة دستورية موجودة مفيش حاجة مستخبية اي قرار جمهوري موجود مفيش حاجة مستخبية على اي اساس القيل والقال بيفضل رايح وجاي رايح وجاي على ايه طيب واجب بس التنوية تاني مفيش اي حاجة قبل 3 ديسمبر ده واحد ما عندناش شيء مبكر ولا شيء متأخر كل حاجة بتحصل في معادها وتبقى الاستحقاقات الدستورية وتبقى لما ينص عليه القانون